بسم الله الرحمن الرحيم نهاردة هيكون عندنا في البداية أستاذ أحمد كمال معاون وزير التموين والفقرة التانية اللي هو أعظف في عقوب رئيس جهاز حماية المسالك ليه معاون وزير التموين موجود النهاردة موجود على هوا مباشرة عشان الكلام اللي حصل حوالين مين اللي هتشال عليه من عنه الدعم مين البطاقات التموينية الحد الأدنى ولا الأقصى اللي بيقبط مرتب 1500 ولا 1200 واللي مش بيقبط مين المستحق اللي يكون عنده بطاقة ومين اللي هتشال من عليه البطاقة يعني هو بياخده تموين النهاردة بطاقات 70 مليون ولا 81 ممكن يتشال كم واحد منهم 20 مليون ولا 30 مليون هيكون عندنا كلام مهم معاون وزير التموين لأنه حصل جدل آمن اللي فاتت كبير جدا حوالين الدعم وغير الدعم يصل مستحقيه ولا لا تصرحات الأستاذ أحمد كمال هل هي كانت تصرحات فعلا مقصودة ولا مش مقصودة لصحاحة وزير التموين السيدة محمد علي من صلحي الرجل محترم جدا بيوجه أزمات ضخمة جدا في وزارة التموين وزارة صعبة جدا فيها يعني خلايا كتير جدا فيها مصالح كتيرة جدا مين بيلعب في وزارة التموين يعني نفسي أعرف مين الأياد اللي بتاعبس في وزارة التموين مين اللي مش عايز وزير التموين يشتغل وزير التموين راح على مكان موبوء أنا بقولك هو بالفهم المليئة موبوء ليه موبوء الوزارة دي بتتعامل مع ال91 مليون مفيش حد ملوش مصلحة مع التموين بطاقات أكل شربة أمح سكر سمنة زيت سكر عسل كل حاجة وزارة التموين فالراجل راية عشان ينظف وزارة التموين عشان يزبط الأداء جتعين متحدث راسبي بعد أسبوع يمشي اتعين ليه ومشي ليه محدش يعرف يعني أنا شخصيا سألت هو مين اللي جاب المتحدث طب مين اللي مشاه طب هو إيه الحكاية هو إسرع المصالح اللي في وزارة التموين أزمة أزمات ضخمة بوجهها الوزير ربنا يكون فعونه بصراحة مين بتاع السكر مشي حد تاني عنده نفوز فيقعد حد تالت عنده نفوز فينجيب فلان إيه يا جماعة إيه الوزارة الغريبة العجيبة دي هنتكلم نهاردة عن ملف التموين وابعتولنا ما شاكلكوا إيه أخبار السكر عندكم إيه طب إيه اللي زال طب الرز كمان هيبقى فيه مشكلة طب السامنة فيها مشاكل إيه طب إيه يا جماعة إيه اللي بي ملف بقوله حاجة ضخم جدا ومتخم جدا الله يكون فعونه وزير التموين من يوم ما جه الراجل مش عارف يعمل إيه ولكن محتاج ضبط الأداء محتاج التصرحات تكون منضبطة لأنه فيه مشكلة حد بيقول كلام وحد تاني كلام وكلامين يا إما مش عايزيني الوزير ينجح يا إما فيه لعبك هجوه الوزارة فيه بقولكو قصص كتيرة جدا نحاول نتكلم عنها بعد شوية وطبعا اللي أعطه في عقوب المبادرة لأول مرة نشوف جهاز حكومة حد من الحكومة يقولك يوم واحد اتناشر محدش يشتري ليه ما نشتريش عشان التجار ليه التجار بيزودوا فإحنا كشعب يعني مستهلكين يعني مش هنشتري لمدة ساعة عشان التجار يعرفوا إن المستهلك يقدر يجبهم الأرض طالما تاجر جشع يبقى إحنا بقى هنوقعه يوم واحد نعمل حكاية دي المبادرة دي هنتكلم عنها بعد شوية مبادرة أول ديسمبر محدش يشتري عشان الجشع وعشان الأسعار اللي بيضرب في الضعف وعايز أقول لكم الأسعار زادت زادت عندك القيمة المضافة وعندك الدولار وعندك مش عارف إيه فما تقوليش الحاجة رخصة هو عحد يقول لي رخص زادت أنا بقول لكم الضعف والضعفين ومحدش قادر يسيطر هتعملي همش ربح هو بيزود على همش ربح ده مرتين كمان وفي الآخر المكومين المواطن اللي هو حضراتكم يعني كل يوم كل يوم تشتري حاجة هاتها النهاردة أتحداك بكرة تنزل تجيبها هتلاقيها زادت ما تعرفش إيه اللي العفريت اللي موجود في الأسعار عفريت بيحركها مين طب حد بيزبط لا التموين يعمل حاجة أبداً ما باحث السموين هتعمليه ولا إيه الرقابة هتعمليه ولا إيه وزير التموين هتعمليه ولا إيه الداخلية هتعمليه هتلاقيها منين ولا منين الداخلية ولا ولا أتدور على إيه يعني عمل إيه فلتت موضوع الأسعار أنا بقول لكم فلتت من الجميع من إيدي كل ولا حد هزوط الأسعار دي أبداً وفي الآخر المواطن جاي طول النهار وحدش قابلك والله ونعت في الأهرام النهار ده مجموعة من زملائنا وزميلاتنا الفضلات دخلوا علي المكتب كده الأسعار وعندنا في الأميرية في المطارية في مئة ناصر مش عارف في اكتوبر ترجمة نانسي قنقر